موسيقى صباح الخير حلقة جديدة من أخبار الصباح لليوم الثانين 25 كانون الثاني أوتوسترات طرابلس حلبة مليء بالألغام المتمثلة بالمطبط محطة مع الفن البرازيلة ورأسة السنبا ووقفة فكرية مع مريم الحاج وأيضا تقرير عن تعاون سقافة بيجمع مؤسسة الصفدة مع جامعة الأيو وغيرها من التقرير أما ضيفنا لليوم فهو دكتور أنتوان ساركيس أخي الصائب بأمراض القلب والشريين لا نحكي معه أكثر عن حملة التوعية ضد مرض القلب بتنظيم من يدنا إنما البداية مثل العادة مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية لنعرف أكثر عن العاصفة أنت بتوصل لأن شكلها بعد ما وصلت العاصفة صباح الخير أستاذ محمد كارش صباح نور يا هلا كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله أنت رح توصل العاصفة جميلة العاصفة وصلت خلصت هاي قطة هاي قطة بالنسبة للمتساقطات وكمية الأمطار جميلا اليوم بتبلش تضعف بس بالنسبة لدرجات الحرارة الباردة حتظلها مستمرة لنهار الأربعة لنهار الأربعة نحس بيبلش يكسر الطاقس يعني الخميس منبلش تنحس بارتفاع درجات الحرارة أوكي يعني النهار الثلاثة هو حيكون أبكرة حيكون أبرد شي بالنسبة لدرجات الحرارة والأربعة حيكون بآخره منحس يعنيها ببلش تكسر شوية قبل ما نحكي عن درجات الحرارة أي متى رح توقف الأمطار؟ بالنسبة للأمطار اليوم إجمالاً بتوقف الأمطار بكرة بيضل في عنا ممكن شوية أمطار كتير خفيفة واليوم كمان أمطار خفيفة اليوم أمطار خفيفة بس الأمطار يعني اللي كانت حتتساقط على ارتفاعات متدنية مثل 500-600 متر حتكون سلوج اليوم لأن درجات الحرارة إجمالاً وواطية كتير يعني على الساحل عم تسجل 5 درجات نعم اليوم مسجلي 5 درجات لكن بكرة قد بتوصل؟ بكرة بالأربعة على 3 درجات ممكن على الساحل على الساحل صحيح نعم بكرة هي أبرد نهار يعني الفجر بكرة هو أبرد يعني بكرة لازم يعطل المدارس كمان هي يعني هلأ كله بيرجع تجهيزات المدارس إذا عندهم تدفئ أو شي عشان هيك عم بيصير نعم إذن بكرة أسقع نهار رح يكون لشميل؟ الخميس بتخلص موجة السقعة صحيح الخميس خلص ببلش بتطلع درجات الحرارة وبتدفى الأربعة إجمالا استقرار يعني بترتفع درجات الحرارة بين درجة ودرجتان بس حضلها بيردي إجمالا أوكي الويك أند مبين شي نعم الويك أند مبين شي لحلها هلأ هلأ بعيد للويك أند بعدنا بعيد الطاقس هلأ بيضل المتقلب بس إجمالا مقبول الويك أند ما نبين له هلأ في شيء أنه شيء محرز نعم عكل حال نحن بكرة منرجع منحكيكم لحتى ناخد تفاصيل أكتر عن تأس كم يوم جايين باتصال جديد معكم صباح الخير بيارات صباح الخير جويل إليك ولكل المشاهدين أخبار العصفة تالاسا غطت على أخبار السياسية بعدها متوترة بالبلد جولة على عنوين صحف فيروت لليوم منبدأها هلأ جولتنا لليوم منبدأها مع عنوين صحيفة النهار التيار الوطني الحر يلوح باستقالة وزرائه لا تفعيل للحكومة يقابله إرجاء الرئاسة لا اتفاق على التعيينات العسكرية ولا للثلث المعطل في المجلس العسكري لجنة قانون الانتخاب تطلب تمديد مهمتها إلى أثار وبافتتحية النهار لليوم بألم نيلة ويني لمصلحة من تضيق على المصارف المعارضة السورية بين الضغوط الأمريكية والتقدم الميداني للنظام في اللاذقية حملة مدنية لإجراء الانتخابات البلدية معمل كهربائي جديد في الجي أين التمويل وختيما الفرز للنهار المسألة لا تتحمل حتى الربيع من صحيفة النهار مننتقل إلى عنوين صحيفة السفير ديبلوماسية الهاتف عون يستدرك والحريري يعاند بري لجاجع أتريد صاروخا من حزب الله على رؤوسنا روسيا تفرض وجهتها على جناف السوري كاري يخضع الائتلافين يخضع الائتلافين وفدان للمعارضة وإعلان فيينا الأساس خمس سنوات على ثورة يناير تأرجح بين الانتصار والانكسار وختيما العراق يحتج على تحريد سعودي الكلمة الباطلة أفتك من السلاح من صحيفة السفير إلى أبرز ما عنوانته الحياة واشنطن تؤكد الصداقة القوية مع الرياض تهران اعتقلت مئة واتهمت العدو باقتحام السفارة السعودية حملة تحرضية ضد السبهان الخارجية العراقية تحتج على تصريحات السفير السعودي كاري يهدد المعارضة بكأس السم قبل جناف قوات النظام بدعم روسي تقترب من عز اللاذقية عن تركيا محادثات إيرانية أمريكية لمعاودة الرحلات الجوية المباشرة روحاني يبدأ اليوم جولة تشمل روما وبريز وتشهد توقيع صفقة لشراء 137 طائرات إيربوس اعتقال سبعة وأحباط مخطط لداعش في ماليزيا تركيا توقف 23 من أعضاء التنظيم بعد محاولتهم التسلل من سوريا وختيما تجدد مسلسل الاغتيالات في عدن مقتل قيادي ميدني من الحوثيين وطيران التحالف يكثف غارته من صحيفة الحياة إلى صحيفة المستقبل سلام يتبرأ من نقي بسيل لم يشاورني الذكرى الثامنة لاستشهاد عيد دماؤنا لا تشترى بمئة وخمسين مليونا ولبنان سيبقى مع عروبته والصورة العام نشوفة هي من واحد تأس فإذاً يلي عم بيحل على لبنان تلاسى تشتد عنوين الصورة العام نشوفة وهي التقطت من شوارع صوفر بالعنوين الأخرى صبر للمستقبل كاري يذكرنا بالجنرال جورو مؤتمر جناف إلى إشعار غير محدد والمعارضة السورية تتصدى للضغوط الأمريكية التجويع الأسدي والأرض المحروقة الروسية اغتيال وليتي فيانكو بريطانيا تحضر لمعاقبة مقربين من بوتين وديماً بعنوين المستقبل إيران تعلن اعتقال مئة شخص على علاقة باختحام السفارة السعودية العلاقات بين الطوائف غير سليمة وغير سوية وختيماً كاري يعتزم الضغط على الصين بشأن كوريا الشمالية ويدعو الدول آسيا للوحدة من صحيفة المستقبل إلى عنوين صحيفة الأنوار العاصفة الثلجية تشتاح لبنان واتصالات لمحاولة تهدئات عاصفة الترشيحات الراعي طلبت من الباب التوسط لتسهيل انتخابات الرئاسة في لبنان الثلوج تشل الحركة في نيويورك وواشنطن موقع إلكتروني أمريكي يتوقع سياحاً تركياً في سوريا واشنطن مستعدون لحل عسكري ضد داعش بسوريا السيسي مصر تحولت من بلد لجماعة إلى وطن للجميع وبعنوين الأنوار قوة غربية وروسية نزلت في ليبيا الجيش الأردني قتل 12 متسللاً من سوريا وختيماً كتب المحلل السياسي لليوم اتصال العماد عون بالحريري من ضمن اتصالات لجلسة 8 شباط من الأنوار إلى اللواء طلاق عون فرنجية يشغل حزب الله والانتخابات في 8 شباط تفرد بسيل يهدد مجلس الوزراء الخميس والعاصفة القطبية تقفل المدارس اليوم الملك سلمان وكاري يناقشان التصدي للتدخلات الإيرانية واشنطن تحالفنا مع السعودية قوي ولا شيء تغير بعد الاتفاق النووي المعارضة ترفض ضغوط كاري لحضور محادثات جناف النظام يسيطر على ربيعة آخر معاقل الثوار بريف اللاذقي نتانياهو يؤكد دعمه للاستيطان في أي وقت اسرائيل تعتقل وزيرا سابقا ونائبا من حماس في الضفة وختيما توقيف مدير عام مغارة جعيتا بعد غرق السائح المصري بالعنوان العريض لصحيفة البلد لليوم تلسى تعصف بلبنان ومدارسه وجلسة الحكومة مجمدة الجيش يسيطر على آخر معاقل المعارضة في اللاذقية وختيما واشنطن تؤكد متانة صداقتها بالرياض بترجمة لاعنوين صحيفة دا دايلي ستار بري لا رئيس في جلسة 8 أذار قوات النظام تستعيد بلدة أساسية وختيما اغلاق المدارس مع استمرار العاصفة من دا دايلي ستار إلى ترجمة لاعنوين صحيفة لوريان الجور العرب عالقون في شتاء طويل في لبنان الثلوج والسقيع فرعون يغلق مغارة جايتة مؤقتا وختيما نورا جنبلاط أحب أن أجول من جديد في أحياء الشام القديمة بصحيفة الشرق لليوم بصحيفة الشرق لليوم عون يتصل بالحريري والحريري يتصل بفرنجية مجلس الوزراء الخميس مفخخ بالتعيينات وسياسة وزير الخارجية كاري علاقتنا مع السعودية في أقوى حالتها الراعي قدم للبابا تقريرا رئاسيا مفصلا كون يسير الزمان فيه عكسيا المشنوق موقف وزارة الخارجية نأي بالنفس عن العروبة ودايما بصحيفة الشرق إيران تشتري 114 طائرات إيربوس أما عون الكعكة فعنوا مقالته لليوم ضمن رأي الشرق العراق سيعود إلى عروبته أجلا أو عاجلا والصورة العام نشوفها حملة عنوين العواصف تشتاح العالم وتقفل المدارس في لبنان وهالصورة التقتت من الظنية بعكر من صحيفة الشرق إلى عنوين صحيفة الشرق الأوسط كاري التحالف السعودي الأمريكي قوي ولن يتأثر بالنووي الجبير أكد أن طهران تعرف المطلوب منها ولا حاجة لوساطة لبنانية قالته المكسيك كشف معلومات مهمة حزب الله يعيد انتشاره في أمريكا الجنوبية بتوجهات إيرانية علاوي العراقيون يترحمون على صدام بسبب أدائنا طالب بانضمام العراق للتحالف الإسلامي بقيادة السعودية ومن صحيفة الشرق الأوسط مننتقل إلى عنوين الأخبار واشنطن ترفض مناقشة العقوبات على حزب الله وقضية اسميحة توتر الحكومة ثلاث لآت تجمد الاستحقاق جمر تحت الرماد وخوف من انتقال العدوى ملف خاص عن تونس وختيما وبعيدا عن السياسة مهرجان الفيلم الأوروبي فسحة بيروتية وجولتنا منختمع مثل العادة مع نوين صحيفة الجمهورية يلي عنونت لليوم بري هل يريد جعجع عون بالسلاح العاصفة تلامس السواحل وصورة حلبة كتير لتقطتها فأسعى عدسة كاميرا الجمهورية على كورنيش عين لمريسو عم تشوف بيت المحترف اللبناني وأمواج البحر حواليه وبالعنوين الأخرى بالجمهورية كاك تستعجل من طهران انتخاب الرئيس وعون يتجه لتفعيل حواراته الرئاسية روحاني يبدأ شولته الأوروبية وإيران لشراء 114 طائرات إيرباس وختيما بيصدر مع صحيفة الجمهورية لليوم ملحق محركات والعنوين الرئيسي مشكلات الدرجات فالج متعالج جولتنا على صحف اليوم وصت لختيما فاصل أعلاني ومن بعده جولة ثقافية وفنية مع جوال ظلكن معنا